أصوات انفجارات وتطاير للغبار والأتربة هذا هو لسان حال بلدة صمد التابعة للواء المزار الشمالي في محافظة إربد بسبب الكسارات المحيطة بالمنطقة أهل البلدة أكدوا أن الأوضاع باتت مقلقة إذ ينتشر الغبار في صمد الأمر الذي تسبب بحالات مرضية لبعض الأطفال تشققات وصدوع في معظم بيوت ومباني قرية صمد في محافظة إربد والسبب الاهتزازات الأرضية الناجمة عن عمليات تفجير الجبال السخرية لاستخراج الحجارة منها أهالي صمد لم يعودوا قادرين على تحمل الأوضاع في القرية خاصة أن معظم أطفالهم يعانون من تبعات طاير الغبار والأتربة من الكسارات وديش صارنا مسؤول فيهن بس لا حياة لمن تنادي عندنا تفجيرات عندنا لد الغبارة عندنا الغبارة ما فيه رش ومية حطوا سلام عامي التفجيرات أوكي فيه ناس بقفوا عليهم أن أخواننا الأمن العام ممكن ولكن بأعتقد بعد ما يروح تابع الأمن العام بصيروا يعملوا تفجيرات تفجيرات مخيفة تهز البلد هز تسرات من عام 1995 صارها تقريبا 24 سنة نحن نطالب أنه بالنسبة للتفجيرات والغبرة أنه مستغنوا السلامة العامة لأن الأراضي الأبنية تصدعت وأصبحت مصدعة من أجثر الكسارات بالنسبة للقلابات خربت البنية التحتية للطرق يعني الطرق الزراعي عندنا أصبحت هالكة والآن يعني ما حدا بقدر يكتاتها بالمرة لأنه القلابات خربتها مديرية بيئة إربد أكدت أن صمد تعد من المناطق الساخنة بسبب كثرة الشكاوى من تواجد الكسارات مشيرة إلى أنها تنفذ حملات تفتيشية تصل إلى مرتين في الأسبوع تطاير الأغبرة يعتبر من الملوثات ولكن هناك اشتراطات بيئية لهذه الكسارات من خلال القيام برش المياه باستمرار خلال عملية استخراج الرمال والحصن وموقع الكسارات هذا في الواقع هو موقع مرخص من قبل الحكومة حيث تم صدور قرار بالمجلس الوزراء في عام 1995 بتاريخ 22-8 باعتبار هذه المنطقة هي منطقة كسارات وتم اختيارها من قبل لجنة مشكلة من كافة الوزارات المعنية ومنذ ذلك التاريخ تم هناك اشتراطات معينة لموقع الكسارات وقد تحققت هذه الاشتراطات بحيث أن أهم اشتراط أن يكون موقع الكسارات بعيد عن التجمعات السكانية بمسافة واحد كيلو متر وكون هناك حاجز طبيعي تقل هذه المسافة إلى خمسمائة متر وقد تحققت هذه الشروط ولكن بسبب الزحف العمراني إلى هذه المنطقة أصبحت المنطقة التي هي قرية سمد تعاني الأضرار لم تقف عند أملاك المواطنين فحسب بل تعدت ذلك إلى طرقات سمد التي اهترأت بفعل مرور الشاحنات في ظل استمرار المطالب بإعادة النظر في وجود الكسارات وإنقاذ البلدة ترجمة نانسي قنقر